عروض زيزو انا انا قلتلكم انا مش عايز اتكلم على عروض زيزو احتراما لحب جماهير نادي الزمالك لأحمد سيد زيزو لان الراجل اصبح ايكونة ايكونة في نادي الزمالك لكن في عروض بتيجي اه في عروض بتيجي هل العروض رسمية لا مش رسمية العروض شفاهية اه العروض شفاهية بكا من سبعة لعشرة مليون اه يعني الفلوس اللي بتيجي لزيزو عشان محدش يقول بقى ارقام من الصحيح ستة اربعة خمسة اتناشر خمستاشر من سبعة لعشرة ده المبلغ اللي الناس بتتكلم فيه على احمد سيد زيزو يعني لو تكلمنا دولار طبعا عشرة مليون دولار رقم يحل كل ازمات نادي الزمالك لكن لا انت عندك جماهير نادي الزمالك ومجلس الادارة اللي موجود يعي جيدا ما هو احمد سيد زيزو وقمته لدى الجماهير فالموضوع مش بالسهل والقيمة دي نتجة ان هو احسن لاعب في مصر احمد سيد زيزو احسن لاعب في مصر نقطة ومن اول السطر واغلى لعب على ترانسفير ماركت في الدولة المصري يعني في حاجات كده ما نتناقشش فيها كتير يعني ياريت بقى احنا نتعلم من زيزو هو ساكت وقاعد عايز احترف اه عايز احترف سبات مستوى سبات مستوى بيحب الجماهير اه بيحب الجماهير عارف ان الجماهير حباه وعايزاه موجود يعلم جيدا ده عشان كده هو سكون ما بيفكرش سايب لكل حدث حديث ولكل وقت الكلام اللي ممكن يتقال فيه لكن انا بكشف لكم ان في عروض اه شفاهية مش رسمية شفاهية بجس النبض فلسه ادارة الزمالك زي ما قلتلكه عارفة قيمة زيزو كويس جدا واي يعني اكتراح اي حاجة هتاخدها الادارة في ملف زيزو هيبقى بعناية وبدقة احتراما لمشاعر جمهيرنا الزمالي اي قرار هتاخده الادارة في هذا الملف مش هيبقى بالسهل هيبقى بالتنصيق بالنسبة لفك القيد لسه انت عارشين فك القيد يعني كم؟ يعني سبعين مليون منين؟ فيش سبعين مليون جنيه في ايه؟ يعني سبعين مليون جنيه فك القيد خلاص هبقى مطالب بعد فك القيد ان انا جيب لعيبة فهنخش في ارقام كبيرة جدا لكن النادي الزماليك مركز في الاربع مباريات القادمة مركز ان بعد التوقف هتسمعوا اخبار كويسة جدا عن النادي الزماليك هيبقى فيه سبيس كده وفيه نفس الناس هتقدر تصرف فيه بشكل كويس لكن الناس شغالة وده كويس في هدوء عمر الادهم عضو مجلس الادارة راجل شغال بهدوء وحاجة محترفة ومحترمة وشغال وده كويس يعني حاجة تبشر بالخير اللي بيحصل اللي بيحصل في نادي الزماليك يبشر بالخير اصبروا شوية يا جماهي النادي الزماليك والدنيا ماشي زي الفل زي الفل ست نقاط في الكون فضرالي مكسف في الدور المكسف بيجيب مكسف كلين شيت محمد عواد ما بيخشش فيه اهداف عب منصف عامل شغلي كويس جدا 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 معاه الناس اللي بيطالب عب منصف عب منصف اشتركوا في القناة